إذن مشاهدين السلطات بولاية كسلا أرجعت سبب منع دخول النازحين لعاصمة الولاية إلى أن جميع مراكز الإيواء الموجودة فيها امتلأت ما شكل ضغطا كبيرا على موارد الولاية مسؤول بغرفة إعلام طوارئ كسلا أكد أن العدد الأكبر من النازحين هم من كبار السن أو مصابين بأمراض مزمنة فضلا عن وجود بعض الحالات التي تحتاج إجراء عمليات جراحية المسؤول أشار إلى وجود تخوفات أمنية لم تفصح عنها سلطات الولاية فيما لم تعلن رسميا أيضا قرار منع النازحين إلا أنها أي السلطات سلمت خطابات للجهات الأمنية ووزارة التربية والتعليم بعدم فتح المدارس للنازحين بحسب قرار سلطة الوالي ولجنة أمن الولاية ومعظم النازحين إلى الولاية منذ ديسمبر الماضي من المهجرين قصرا من قرى ولاية الجزيرة وسط السودان حيث تستقبل كسلا في اليوم الواحد ما يتراوح بين ألف إلى ألف وثلاثمائة نازح معظمهم من الأطفال والنساء وكبار السن وبحسب مدير عام وزارة التربية والتوجيه فإن ولاية كسلا استقبلت حتى الآن 65 ألف أسرة موزعة على أكثر من 250 مدرسة بمدينة كسلا مؤكدا أن المدينة امتلأت مضطرهم لنقل بعض اللاجئين عبر الهلال الأحمر إلى مدينتي وادي حلفة وخشم القريبة وكذلك دعت السلطة في كسلا الولايات الآمنة الأخرى إلى فتح أبوابها إلى استقبال النازحين لتخفيف الضغط على الولاية ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة